السلام عليكم متابعين دراما سبورت خسارة منتخبنا بمباراة الودية قدام المنتخب الأردني بطبيعة الحال لا أداء لا نتيجة ولا أي شيء يلا على التفاصيل بالشوت الأول أو بالشوت الثاني ما في شيء ينحكي عنه تكتيكيا بصراحة يعني ما في شيء ينحكي عنه بأن فيه فريق منتشر بالملعب صح 11 لاعب موجودين بالملعب بس ما عم تعرف شو عم يعملوا فيه يعني ما فريق بصراحة يعني مستهتر فريق بلا روح بلا أي شيء يعني بلا أي ما فيك تعطي تقييم 8 من 10 للاعب كل اللاعبة دون المستوى كل اللاعبة يعني عم بتتابع المباراة وعم بتحس بأن تحلم عم تحلم تلاقي لاعب ما عم بيرتكب أخطاء بالتمرير يعني أنا لدرجة صرت عد التمريرات الصحيحة وليست التمريرات الخاطئة صرت عد التمريرات الصحيحة هذا اللاعب كم تمريره صحيحة ما كتعم لاقي في 6 لاعبين بالمنتخب ممكن بالشوت الأول يعني 90% من التمريرات خاطئة 90% وهون إذا بدي أحكي عن هاللعب الستة فهنن اللي لازم يبدو الهجمة هنن اللي لازم يشاركوا بالحالة الهجومية سواء عمر ميداني فارس أرنقوت ومحمد عنز كامل إحميشة محمود المواس وورد السلامة الست لاعبة بالشوت الأول 90% من التمريرات خاطئة إذا ما قلنا 95% المشكلة يا شباب ما فقط بالتمريرات الخاطئة يعني أنت ما عم تلعب فقط على التمريرات الخاطئة يعني لو التمرير عم بتروح تشتيت خارج الملعب الشخص بيقول إنه عادي لكن أنت عم بتمرر للاعب المنتخب الأردني أنت عم تعطيه للمنتخب الأردني الغيابات وهذه الغيابات رح نحكي عنا بالتفصيل الممل بفيديو بكرة ما بدنا اليوم نشتت الموضوع نحكي عن الغيابات وكمان نحكي عن المباراة فخلونا نحكي اليوم فقط عن المباراة الغيابات بكرة بنحكي عنا والتقييم كمان بكرة تقييم اللاعبين بشكل فردي وظن يا شباب شفتوا تشكيلة المنتخب يعني رجعنا لتشكيلة الـ 4-2-3-1 التشكيل الأقرب يعني اللي كان بيلعب فيها المنتخب نفس العك الكروي بحراس دلمرمى طاها موسى قلبيت دفاع فارس ارناؤوت وعمر ميداني جناح اليمين يوسف محمد جناح اليسار خالد كردغلي بخط الوسط الارتكاس كامل احميشة ومحمد عنز كجناح يسار شفنا ورد السلامة جناح يمين محمود المواس كصانا ألعاب شفنا أياز عثمان وبالمقدمة على الدالي بينما إذا شفنا تشكيلة منتخب الأردن ففي لاعبين فقط عم بيلعبوا كلاعبين جدد عن المباراة السابقة اللي لعبوها قدام منتخب العراق إحسان حداد ومحمود مرضي مثل ما توقعنا تماما يا شباب إن منتخب الأردن رح يلعب بنفس تشكيلة العراق ممكن يبدل كم لاعب ونحنا لعبنا بخمس لاعبين جدد يعني خمس لاعبين ما لعبوا بشكل أساسي بالشوط الأول بالمباراة السابقة خالد كردغلي يوسف محمد محمد عنز ورد السلامة في في يعني خمس لاعبين طاها موسى فهل خمس لاعب شاركوا بشكل جديد بسبب الغيابات لكن ما شفنا منتخب عنده لياقة بدنية بالملعب عنده قدرة على الركض عنده قدرة على عمل أي شيء بالملعب والمشكلة يا شباب إنك تكون تعبان بدنيا ممكن الشخص يتفهم بالدقيقة سبعين تلاقي في إرهاق في تعب لكن أنت من بداية المباراة من بداية الشوط الأول مرهق بدنيا هذا الشيء المستغرب يعني من أول عشر دقائق عم بتشوف المنتخب الأردني عم بيعمل تناقلات وتمريرات سريعة وإنت عم تتفرج اللعب ما فيه يركض كمان يا شباب نتل ما حكينا بالفيديو السابق يعني اللي بتابع مباراة الأردن والعراق بيعرف طريقة لعب المنتخب الأردني بده يعتمد على الأطراف بده يلعب على الأطراف وبالفعل يعني من من سيطر المنتخب الأردني وسجل هدف يعني والهدف شوفوا تمريرة فارس إرنقوت يعني في مرر للاعب أو لعبين تعفوا لمين مررها للاعب المنتخب الأردني هيك عينك عينك وتمريرة فارس إرنقوت اللي شفتوها يا شباب منتخبنا لعب بهاي الطريقة كل ما تجيين الكرة رح مررها للاعب المنتخب الأردني يعني قلب منتخبنا يداعش لعب فاران بريال مدريد قلبوا فاران بريال مدريد أول مرة بشوف منتخبنا بهاي الطريقة لا روح لا تمرير لا لعب لا اي شي لا تزديد شلط كامل تزديدة كامل حميشة في غير هالهجمة في غير هالتزديدة يعني في عملنا شي نحن واذا تأخرنا بالهدف كيف نرجع للمباراة يعني سؤال مهم جدا يعني انا بعد ما تسجل بمرمعنا هدف متأكدين تماما انه المنتخب الاردني بيلعب مع منتخبنا بطريقة قوية بطريقة منظمة ما بس مع منتخبنا دائما دفاع المنتخب الاردني دفاع قوي وحكينا عن هذا الشي بان منتخب الاردن بيتميز بصلابته الدفاعية نحن شو عملنا يعني بعد هدف الاردن شو عملنا شو حاولنا نرجع بالنتيجة كيف رح نرجع بالنتيجة اذا ما عم نعرف نبني هجمة ما عم نعرف نبني هجمة اذا اللعيب اللي بيبنوا الهجمة يعني ما عم بيمرروا تمريرة صحيحة مشكلة يا شباب يعني نحن عم يعني ماشي فيه غيابات مباراة ودية لكن انت كلاعب ومع نهاية الشوت الاول ومع البطاقة الحمراء اللي اخدها مهاجم المنتخب الاردني قلت يعني ان شاء الله نرجع بنتيجة التعادل بالشوت التاني ان شاء الله المنتخب يعني حيعمل شي بالشوت التاني لان الشوت الاول كان كارثي وما عرفنا نفوت بالملعب وما عرفنا نفوت بجو المباراة اصلا بالشوت التاني مع النقص العددي للمنتخب الاردني اكيد اكيد حنعمل شي الشوط الثاني كان أسوأ من الشوط الأول الشوط الثاني كان أسوأ من الشوط الأول من حيث الانتشار من حيث الاستعجال طريقة اللعب كل كل يعني كل شي ما فيك تحكي عن إيجابية واحدة شفتها بيبي ما فيك تحكي عن لاعب قدم مباراة جيدة بصراحة يا شباب ما بعرفها انت عامل تبديلات ككبتن نبيل معلول مدرب المنتخب مارديك عم بيلعب كمهاجم تاني غيرت التشكيلة دخل محمد المرمور مارديك ومين كمان مؤيد العجان عطوني تزديدة وحدة سددناها بيبي الشوط الثاني ما عملنا شي حتى بالشوط الثاني نحنا أصلا تعادل نتيجة الواحد صفر ظالم المنتخب الأردني رغم النقص العددي أربع هجمات للمنتخب الأردني كان ممكن يسجل فيها أهداف هجمات محققة موسى التعمري لوحده كان عم بيلعب بأربع لاعبين فيه شي غلط يعني فيه شي غلط من المدرب من اللاعب سواء من الناحية البدنية أكيد رح نحكي عنا بشكل مفصل لكن أنت هون كموسى التعمري مين مفهم اللاعيبة أنه المراقبة هيك بتصير أنت ما لازم تخلي موسى التعمري يستلم الكرة مو بتضغط فقط لما موسى التعمري بيستلم الكرة نحنا لعيبتنا فقط لما كان موسى التعمري بيستلم الكرة بيركضوا لموسى التعمري أربع لاعيبة بيركضوا لموسى التعمري وبيتركوا اللاعب التاني ياسين البخيط لو كان محظوظ أو لو كان هداف من طراز ممتاز كان ممكن يسجل بمرمانة هدفين كمان أربع لاعيبة مجرد ما بيستلم الكرة أنت ما تمنع وتمنعوا من استلام الكرة التعامل اللي كنا بنتعامل فيه بالمباريات الودية مع الكابتن فجر ونتعامل فيه مع الكابتن نبيل معلول أنت إذا ما شفت كرة قدم فلازم تحكي أنك ما شفت كرة قدم ما فيني يقول اليوم أن المباراة كانت ممتازة يا شباب وخلونا نصبر ومن هالكلام الفاضي إذا المدرب مقتنع بهذا الأداء فخليه يحكي إذا اللاعب مقتنعين بهذا الأداء اللي لعبوا عطيني اسم لاعب قدم مباراة جيدة عطيني اسم لاعب قدم مباراة جيدة قدم مباراة واخسار عادي أنت كلاعب ولا تزديده على المرمى ولا تزديده بين القائمة شو شو حدا بيتذكر حارس الأردن عبدالله الفاخوري على ما أظر على كل حال يا شباب يعني أنا بعد المباراة دائما متوتر دائما معصب يعني حسيت بصراحة 90 دقيقة نحن عم بنتابع فقط عك كروي فقط منتخب لاحق يعني ما في لعب فهمان شو عم يعمل بالملعب في استهتار حكينا دائما المنتخب الأردني أو أي منتخب آسيا ويبدو يلعب المباراة الودية بيلعبها بطريقة جاي يربح جاي يربح وحكينا بإنفيتال حيعتمد على نفس التشكيلة حيلعب بنفس التشكيلة الجماعة بيخافوا على المنصب اللي هو فيه نحن الظاهر ما أحد أخايف لا اللعبة يعني مدحنا بكم لاعب بالمباراة الأولى اليوم عم بنشوفهم تحت الأرض استغلوا أنتوا اللي اللعبوا اليوم الأساسيين مكان الغائبين استغلوا الفرصة ما عم تتكرر الفرص كتير استغلوا الفرصة والله ظانين أنكم راح تلعبوا أساسي دائما أي لاعب ما بيلعب وما بيقدم طريقة بيلعب بيروحوا بمستوى راح ننتقدوا كذلك المدرب يعني على كل حال يا شباب بتمني أعجبكم الفيديو انتظرونا بكرة في بكرة تقييم لللاعبين وكمان إن شاء الله بعد بكرة حنحكي عن موضوع سبب الغيابات اللي صارت يعني راح نحكي عن كتير كواليس خلوكم معنا بتمني أعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة